نروح لموضوع ايران ايران بتتحدى على فكرة خلص هو الفكرة اللي هو سيب و نسيب طيب بريطانيا احتجزت ناقلة نفط ايرانية وقالت لهم لأ انتوا كده ضد القوانين الدولية قوانين الدولية بتقول انه مفيش نفط يروح لسوريا وانتوا النقلة دي كانت هتودي نفط لسوريا جي بعديها بشوية وقال لك عملت ازمة بقى وايران هددت وقالت اذا بريطانيا يعني ما افرجتش عن ناقلة النفط الايرانية بتاعتنا احنا هنحتجز ناقلة نفط بريطانيا جات بقى كلام من امريكا واحنا هنعمل تحالف عسكري عشان حماية الملاحة والكلام ده كله وبريطانيا يعني زودت البارجات البحرية او اللي هي الحماية لنقلتها والكلام ده كله وبعدين جينا لقينا بعد كده بريطانيا قالت طب خلاص احنا هنفرج عن النقلة دي بعد ما لقوا تسعيد شوية كده وكان فيه شوية تحتكاكات بنقلات وبمراكب يعني بريطانيا في القرب ماضي كورمس فقال لك طب احنا خلاص هنفرج عن النقلة دي بشرط انها ترجع ما ترجعش ما تروحش سوريا ترجع ايران وقال لك طب اوكي في نفس تاني يوم الكلام اللي قالوه ده لقوا انه محكمة جبل طارق اعلنت ان نقلة النفط البريط الايرانية هتتحجز لمدة شهر ما فيش بقى راح الحرس الثوري الايراني اعلن انه طيب ماشي احنا هنحتاج احنا احتجزنا خلاص عملنا عملية انزال بالطيارة زي ما انتو شايفين اه اتكلمنا معهم وقولنا لهم اذا انتو هتردخوا لكل لكل تعليماتنا هتبقوا في امان كان فيه بارجة بتحمي نقلة النفط البريطانية دي ولكنها فشلت انها تحميها وفي الآخر عملية انزال للجنود ونشر الحرس الثوري الايراني هذا الفيديو للحرس الثوري الايراني وعملية الانزال اللي على نقلة النفط البريطانية والاستيلاء عليها وبناء عليه اللي هو دلوقتي سيب ونسيب هتفرجوا عن نقلة النفط الايرانية هنفرج عن نقلة النفط البريطاني ده مش بس كده رافعوا العالم الايراني كمان عليها نشرت قوات رسمية ايرانية مقطع فيديو لإستلال حرس الثوري الايراني على نقلة النفط البريطانية في مضيق هورموس الجمعة ظهر في الفيديو تحليق المروحية عسكرية تابعة الحرس الثوري وزوارق حربية سريعة لتحيط بالنقلة البريطانية قبل ان تكونوا المروحية بانزال القوات الخاصة للسيطرة على السفينة واحتجز للحرس الثوري الجمعة ناقلت نفط بريطانية في ماضيك هورموس استدعت وزيرة وزارة الخارجية البريطانية قائم بالعمال الايراني وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت قال انه قلت جدا من ان تكون ايران قد اتخذت مصارا خطيرا هي خلاص هي اخدت المصار ده اللي هو يعني كما فعلت هنفعل بك وهتسيب لنا النوكلة بتاعتنا هنسيب لك نوكلتك يعني ده الكلام اللي مش مو على الرسمي ولكن هو كده اضاف هانت انه كما قال كده كما قلت امس سيكون ردنا مدروسا لكن قويا نحاول التوصل الى طريقة لحل مسألة النقلة جريس وان لكنه انا سنضمن سلامة شحمتنا في نفس الوقت زي ما بقول لكم تم رفع العالم الايراني وكان كمان تم بس زي ما بقول لكم محادثة ما بين من الطائرة مع الموجودين على النقلة دي علشان خاطر برضو يقول لهم ان انتوا خلوا بالكم وبعد كده راحوا لما نزلوا عليها ولقينا صور بدأت تنتشر عن رفع العالم الايراني حد واضح نشر الحرس الثوري الايراني شريطة فيديو يظهر ناقلة النفطة التي كانت ترفع العالم البريطانية واستولى عليها في مضيق هورموس يوم الجمعة الماضية وقد تم رفع العالم الايراني عليها وفي تطور يبرز تفاصيل ادق حول الحادث تم نشر مقطع صوتي لسفنة الحربية البريطانية التي كانت ترافق الناقلة عبر المضيق يظهر فيه اعتراض زوارق الحربية الايرانية لطريق الناقلة وتهديدات من قبل هذه الزوارق بان سلامت الناقلة في ان تغير مسارها الى الساحل الايرانية في الوقت ذاته نشرت وزارة النقل البريطانية خريطة على تويتر تقول انها تظهر ان ناقلة النفط التي ترفع عالم بريطانيا كانت في مياه عمانية حين اعترضتها ايران في مضيق هورموس واثر الاستلاء على النقلة التي علامت نها 23 عنصرا من جنسية مختلفة ادانة من بريطانيا وحلفائها الاوروبيين ودول اخرى مع استمرار الدعوات بوقف تصعيد التوتر في مضيق هورموس الممر الحيوي المهم لناقلات النفط في العالم فيما يرى مسؤولون ايرانيون ان الاستلاء على ناقلة كان ردا منطقيا على دور بريطانيا في احتجاز ناقلة نفط ايرانية قبل اسبوعين قبل تسواحل جبل طارق المنطقة البريطانية الواقعة في الطرف الجنوبي لاسبانيا زي ما شفتم منطقة التقرير ويمكن سمعتوا انه كان فيه تسجيلات الاتصالات لاسلكية بين فرقاتة حربية تابعة لسلاح البحرية البريطانية وسفن ايرانية قبل احتجاز ناقلة النفط اللي كانت بتحمل العالم البريطاني والتسجيلات دي كانت يعني بتوضح انه السفينة الايرانية كانت اخبارة الفرقاتة البحرية بانها بس عايزة تفتش ناقلة النفط الاسباب امنية وبناء عليه تمت الكرصنة وتم حجز هذه الناقلة النهاردة بقى ايران نشرت اول صور لطاقم ان هذه الناقلة وبعد ما رفعت العالم الايراني نشروا صور ليهم وهم بيحضروا وجبات طعام وافراد الطاقم المحتجز وهم في اجتماع مع مسؤول ايراني على متن ناقلة النفط استينا امبرو وبدأت طبعا يعني بتحاول برضو نوع من انواع بتطمن الناس عليهم انهم بخير وفي خضون ذلك تعقد لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية قبرى اجتماعا الاثنين اللي هو النهاردة برئاسة رئيسة الوزراء المنتهي ولايتها توريزا ماي لبحث اخر التطورات في الازمة وصول التعامل معها ووسط تقارير ان الاجتماع قد يصفر عن تجميد اصول ايرانية في بريطانيا كما اظهرت الصور ايضا بعضا من افراد الطاقم زي ما عندهم عددهم 23 وهم من جنسيات مختلفة من الهند روسيا لاتفيا والفلبين وانهم مجتمعين مع احد القادة الايرانيين زي ما انتوا شايفين في الصور وكمان بدأت بقى لان هي لو خدتوا بالك بردو التقرير كان قال انهم احتجزوها في مياه عمانية وبنان عليه بدأت مساعي وساطة عمانية وعراقية في زروة التصعيد الايراني علشان محاولة حل هذه المشكلة حست سلطنة عمان ايران على اطلاق صراح النقلة البريطانية ودعت جميع الاطراف الى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوميسية بس انا زي ما قلت لكم هو مفيش كلام يعني رسمي ولكن لا اعتقد ابدا انه هيتم الافراج عن نقلة النفط البريطانية غير بعد ما بريطانيا تفرج عن النقلة الايرانية يعني برضو ده بالسنس يعني كده اللي هو بالمفهومية الحرس الثوري الايراني كان قال ان الفرقاتة الايرانية البريطانية ارسلت مروحتين لمنع احتجاز نقلة النفط البريطانية وبنان علي برضو المحللين قالوا ده معناها انه فشلت بريطانيا في ان هي تحمي النقلة الخاصة بها وبالتالي هنا ده اظهار لقوة ايران في هذه المنطقة المنطقة اللي هي عند مضيق هورموس ايران علشان تبرر حجزها لنقلة البريطانية على اساس انها يعني ما هياش حجز احتجزتها قدامها يعني وسيب ونسيب لا قالت لك دي اصلاها اصطدمت بقارب صيد ايراني قبل احتجازها والحقيقة ان هي خالفت القوانين الملاحة الدولية والكلام ده كله وان احنا وكان فيه نداء استغاثة ارسله القارب وهي ما استجبتش ليه واصطدمت به طبعا الكلام ده زي ما بقولوكم هو ايه كده حيقم الوجه بس يعني احنا احنا ما خدناهاش دي قدام دي لا لا احنا يعني بنطبق القانون المهم ان النهار ده بقى كان فيه اجرى وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت ونزيله الايراني محمد جواد زريف كان مباحثات واتصالات لمحاولة الوصول الى حل في هذه المشكلة هما من يوم السبت وفيه تواصل معهم والاجتماعات المستمرة وابدى هانت ابدى الزريف خيبت امله من ان الايرانيين تصرفوا عكس ما اكدوا له والوعود اللي كانت يوم السبت اللي فات وفي الجانب الايراني برضو قال انه زريف شدد خلال الاتصال على انه ناقلة البريطانية المقوفة انتهكت قانون الملحة وتم احتجازها وحدى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت ايران على التراجع عن مقف غير القانوني او توقيف غير القانوني لنقلة ترفع العالم البريطاني وانه طهران طرى في ذلك قال جيرمي هانت ان طهران طرى في ذلك تصرف متبادل لكنه شدد على ان ذلك ابعد ما يكون على الحقيقة هي دي الحقيقة مش أبعد ما يكون على الحقيقة المهم في النهاية كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد زريف في تغريدة له قال أنه كده اللي عملته بريطانيا تعتبر تواطأت مع الإرهاب الاقتصادي الأمريكي وعليها أن توقف هذا التواطئ وزريف قال برضو الحكمة والبصيرة مطلوبتان لنزع فتيل التواطر بين إيران وبريطانيا في النهاية جماعة كل المواضيع دي زي ما بقول لكم وما فيش نوع من أنواع يعني الهتكاك العسكري ولكن الأمور فيه تصعيد من إيران وهي عارفة بتعمل إيه وأعتقد أنه كل دي ضغوط علشان خاطر تبين أنه هي قوية في المنطقة وفي نفس الوقت أنه أو تقول للدول الأوروبية كملوا معنا في الاتفاق النووي الإيراني زي ما إحنا متفقين ويسيبكوا من أمريكا وما ترضخوش لكلام أمريكا اللي يعتبر غرقه يعني احتجستوا ناقلة إيرانية بناعنا على تعليمات من أمريكا أديكوا شفتوا اللي حصل لكم ففي النهاية بريطانيا برضو بتقول يجب تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هورمز ولكن هنشوف يعني كانوا طلبين أمريكا أنها تساعدهم النهاردة كان فيه الحقيقة يعني كلمة لبومبيو وزي اللي قال أنه على دول حلف الناتون هي تحمي الملاحة في المنطقة دي وأنه هما حماية السوف البريطانية يجب أن تكون على عاطق المملكة المتحدة يعني ولجنة طوارئ الحكومة البريطانية زي ما قلت لكم اجتمعت وبرضو ما فيش أي حاجة رسمية صدرت إلى الآن وبرضو كانت فيه محاولات من العراق أيضا للتدخل لحل هذه الأزمة فرنسا وألمانيا أعلنها تضامنهما التام مع بريطانيا وطالبوا إيران بإطلاق صراح النقلة النفطية وكان فيه برضو تعليق حسابات مؤسسات إعلامية إيرانية على تويتر ده حاجة تانية بسبب استهداف البهائيين المهم أنه الأمور بتتصعد وهنشوف هيحصل إيه على الجانب الآخر بقى كان فيه إيران أعلنت عن أنه فيه أن هي حكمت بالإعدام على جواسيس للسي آي اي في إيران أنه هما كانوا جواسيس بيشتغلوا لصالح أمريكا لصالح السي آي اي وأنها حكمت عليهم بالإعدام وأن عددهم تقريبا 17 أو حاجة زي كده جاء على طول ترامب على تويتر ونفى هذا الأمر نفى ترامب أنه يكون فيه اعتقال لـ 17 شخص في إيران بتهمة التجسس وقال أنه مزاعم إيران أنها فككت شبك التجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكزية السي آي اي ووصف إيران ترامب عفوا أنه التغريدة أهي قدام حضراتكم أنه بيقول أنه تهران اللي قالته تهران ده خاطئ تماما وأنه ما فيش الكلام ده خالص وكمان كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رفض التعليق على الإعلان الإيراني في موضوع السبعتاشر اللي اتقابد عليهم النهاردة توفى مدير الوكالة الدولية للطاقة الزرية والحقيقة كان له مواقف برضو في محاولات الحفاظ على الاتفاق النهوي الإيراني عشان كده إيران نعى وزير الخارجية إيران عباس عرقجي يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الزرية اللي أعلن وفاته صباح اليوم عن عمر ناهزة 73 عام وغرد تعزين الحارة لقد علمنا سويا وعن قرب وأنه هو طبعا كان بيؤدي دور رائع جدا في محاولة الحفاظ على أنه ما يكونش فيه أسلحة نووية وأنه أيضا كان متعاون مع إيران بالنسبة لبعد العسكري لبرنامج إيران النووي دول كانوا أهم حاجتين الحقيقة كان إحنا طبعا مازال برضو الأمور الخاصة بالقصص اللي هي ليها علاقة بالصراعات الداخلية في أمريكا لسه مازالت مستمرة كان فيه برضو كان فيه في مصر خبر عن وفاة مبارك وطلعت أنها إشاعة زي كل مرة لكن الجديد أنه كان فيه برضو في تركيا خبر عن إشاعة برضو عن وفاة أردغان فموضوع الإشاعات دي مش عارفة يعني الحاجة الثانية اللي كانت مهمة النهاردة أنه إسرائيل كانت هدمت منازل البلدة المتخمة لقدس الشرقية بزريعة تهديد الأمن والمنازل اللي هم هدمتنشر منزل ولكنتنشر منزل دول فيهم كذا عائلة وليها علاقة بقى بالخط الفاصل جدار الفصل الإسرائيلي اللي قالك أنه هو المباني دي المفترض أنه هي بعد الفصل الجدار الفصل الإسرائيلي دي تعتبر دخلت في الحدود الإسرائيلية مش حدود الفلسطينية والكل بيقول إن كده إسرائيل الحقيقة إن هي بتنتهك اتفاقية ورسو وفي نفس الوقت طبعا الفلسطينيين بيدعو العقد جلسة أمن ولكن الردود من يعني التوقعات إنه مش هديبقى فيه جلسة أمن وإنه إسرائيل دايما بتنتهك الحقي حقوق الفلسطينيين بشكل مبالغ فيه برضو كان فيه النهاردة 23 قتيل فغارات استهدفت سوق شعبي في معارض النعمان بريف إدلب شمالية غير بسوريا وتم توجيه اتهمات لسوريا وروسيا بينهم بيقتلوا مدنيين وروسيا بتنفي مشاركتها في هذا القصف وتركيا برضو بيقولوا إن هم ممكن يبدأوا بعملية عسكرية لو ما كانش فيه إقامة منطقة آمنة في الجزء الخاص بسوريا اللي هو بتحاول تركيا إنها يعني تسيطر عليه والسودان لسه ما زالت المفاوضات والأمور دي كلها والأزمة في السودان حمدت وحرب المرتزقة الدورية من أجل الدهب وما نعرفش هترسي على إيه طبعا زي ما قلت لكم إنه كان فيه أمور كتيرة داخل أمريكا إن شاء الله هقولها لحضراتكم الحلقة اللي جاية لكن في النهاية مجلس كان فيه محاولة لعزل دونالد ترامب من خلال الديمقراطيين ولكن مجلس النواب طبعا رفض النظر في هذه المحاولة وبناء عليه برضو لسه